أصغر قائد في التاريخ الإسلامي كان اختاروا النبي باش يكون قائد لجيش عظيم وكبير في ظل وجود أكبر القادات العسكرية وهذا الجيش كان في استعداد أنه سيقاتل الروح يعني جيش غادي يقاتل أقوى الجلوش أناده وغادي يقود شاب عمره لا يتجاوز 18 سنة وقيل 16 سنة فقط اليوم غادي نتكلمه على البطل أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم اختار أسامة بن زيد باش يكون هو القائد للجيش رغم أنه كان في هذا الجيش عمالقة من العسكريين وأيضا كانوا صباقين في الإسلام وكانوا عمالقة في فقه الدي ولكن مع ذلك كان القائد شاب الصغر في السنة ولك أن تتخيل أن هذه المهمة العظيمة تعطت لهذا الشاب لمازال صغر ولك أيضا أن تتخيل أن تحت قيادته لواءات وعمداء وصحابة مثل أبو بكر وعمر غادي جيكت شيء أنه غير عادي ولكن هذه هي الحقيقة هذا الجيش كان غادي يواجه أكبر وأقوى الجيوش أنادهك وهو جيش الروح وشكب ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غادي يلقي بهذا الجيش دياله إلى التهلوق عندما يعين شاب في السنة صغير لقيادة هذا الجيش لمواجهة أعتى جيوش الأرض لا النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف أشن كيديه وكان تعرف أن هذا الشاب البطل فيه من حينك وذكاء لمكيناش في الشباب دك ساعة في بيته دياله أيضا كان تربى في بيت النبوة والنبي كان يتيق فيه ثيق عمياء في الحلوق بتامل كيوجد ليتتحرك المواجهة مع أعة الجيوش مرض النبي صلى الله عليه وسلم واحد المرض خيم بزع развитifa يا حبيب يرسل الله حتى بقيت طريح الفير الجيش توقف عن الاناستعداد والسير والجامع ينتظر ماذا سيحدث للنبي صلى الله عليه وسلم دخل اسامة بن الزيد على الرسول عليه الصلاة والسلام فوجد النبي لا يتكلم من شدة المرض ففرق النبي صلى الله عليه وسلم الحياة وانتقل إلى الرفيق الأهلة وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام قام الناس بمبايعة أبو بكر الصديق بحكم أنه أكبرهم سنن وأنه أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحق بالإمارة رد عليهم أبو بكر والله ما كنت لأعود في أمر أمر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصر الخليفة أبو بكر الصديق أن يسير الجيش بقيادة الشاب الصغير أسامة بن زيد انطلق الجيش على هذا الحال يعني بقيادة أسامة بن زيد ثم في طريقهم إلى الحرب في واحد اللحظة أسامة كانت يركب الفرس أبو بكر كيتمشي على رجليه قال أسامة بن زيد لأبو بكر الصديق رضي الله عنه يا خليفة رسول الله والله لا تركبن أو أنزلن جاوب أبو بكر والله لا أركبن ولا تنزلن فما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة ثم قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه نصيك بتنفيذ ما أمرك به النبي استودع الله دينا وأمانتك وخواتم عمالك مضى أسامة بن زيد بالجيش ونفذ كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت أنه من القاد المخضرمين على وجه الأرض حقق غنائم لا تحصى ولا تعد وعرفت الجيش المسلمين أنذاك انتصارا عظيم ومهد الجيش المسلمين لفتح بلاد الشام ومصر وبلاد شمال إفريقيا كله حتى بحر الظلمات ثم عاد أخيرا بن زيد ومعه غنائم لا تقدر بثمان حتى قيل ما رؤية من جيش أسلم ولا أغنى من جيش أسامة بن زيد يعني بكثرة الغنائم ليجابه وبقى الذكر هذا البطل الجليل من بعد هذا المعراك هذا هو البطل أسامة بن زيد بن حارثة إذا أعجبك الفيديو ما تنساش لايك تعليق وشاركه مع أصحابك